في عنوين النشرة حزب الله رداً على خطاب سليمان قصر بعبدة بات يحتاج إلى عناية خاصة لأن ساكنه أصبح لا يميز بين الذهب والخشب اعترافات موقفين يؤدي إلى إقفال شركة الغاز في بئر حسن من الشركة ومن الدولة الكريمة أنه نحن بس خايفانين على لقم تعيش سقوط صاروخين قرب موقع الاحتلال في جبل الشيخ والمصدر غير معلوم روسيا تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا في الخاص القرم على مفترق طرق شبه جزيرة الكوروم هي أبخازيا أوستانيا في جورجيا تتكرر في قلب أوكرانيا الجيش السوري يسيطر على بلدات ومرتفعات في يبرود ويأسر مسلحين هل تخطف فلسطين الأسكار غداً؟ تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل موسيقى 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 مسى الخير بينما كانت الصحافة تستطلع رداً من حزب الله على غارة ينطا وما إذا كان قد نفذ هجوماً على موقع إسرائيلي في منطقة جبل الشيخ انطلق صاروخ سياسي ذو رؤوس حادة وأصاب ساكن القصر فتعليقاً على خطاب رئيس الجمهورية في شأن المعادلات الخشبية أصدر حزب الله بياناً مقتضباً يؤكد فيه احترامه لمقام رئاسة الجمهورية وما يمثل لكن خطاب الأمس يجعلنا نعتقد أن قصر بعبدة بات يحتاج فيما تبقى من العهد الحالي إلى عناية خاصة لأن ساكنه أصبح لا يميز بين الذهب والخشب بيان فصل تثبيتاً لدور المقاومة وتاريخها والذي يتعرض داخل لجنة البيان الوزري لحرب صياغات وفي المعلومات أن اجتماع الأمس انفض على خلافات عميقة وشرخ بين خطين ونهجين جمعتهما الحكومة وفرقتهما المبادئ وتؤكد أجواء المجتمعين أن أعضاء اللجنة الوزرية كانوا محرجين ولا يعرفون بأي وجه سوف يظهرون للأعلام ولا بأي تصريح سيدلون للبقاء على التماسك على أن الإشكالات السياسية قد تكون ملعوبة للتفاهم فيما بعد على تنظيم الفراغ وتقاسم مؤسساته وبالفراغ نحكم ونعالج الخطر الأمني المتفاقم يوماً تلو آخر وما خفي من الخطر كان بحجم الكارثة القابعة على شركتي غاز فاعترافات محمود وحسن علفي قادت إلى ما كان قد أدل به سائق الفان حسن مشيك عن انتحاري الشويفات الذي طلب توصيلة إلى شركة بئر حسن وبناء على هذه الاعترافات قرر وزير الداخلية نهاد المشنوق إقفال الشركتين اعتباراً من يوم الاثنين المقبل لكن هل كان الإرهابيون المتطرفون يعرفون أنهم سيستهدفون شركة يملكها الحاج نبيه الصيداني من الطائفة السنية وأنها لم تكن مسجلة باسم غضانف الركن أبادي ولا مملوكة على اسم المنار أو أي من السفارات الأجنبية هناك الإرهاب لا يعرف طائفة وهو وقف اليوم على باب وزارة الداخلية التي يرأسها نهاد المشنوق فبعد ظهر اليوم وصل شخص ليبي الجنسية وقال أنه يحمل متفجرات لكنه سحب إلى فرع المعلومات وتبين أنه خال من أي تفجير بيد أنه يحمل كمية كبيرة من الأموال في جيوبه أما جهازه الهاتفي فقد دل على أنه شخص خطر لما يحويه من صور مفخخة وفي تعليقه على الحادث قال وزير الداخلية للجديد إن هناك احتمالين إما أن يكون هذا الشخص مختلا عقليا أو أنه مرسل إلي لتبدأ معه مرحلة توجيه الرسائل الأمنية ولدى سؤاله عن الجهة التي من الممكن أن توجه الرسائل إليه قال هي من الأجواء الموجودة كالقاعدة وغيرها إذن وزارة الداخلية تصدر قرارا يقضي بإقفال شركتي تعبئة الغاز في بئر حسن بعد تهديد باستهداف إرهابي صعد الانتحاري سيارة فان لهيونداي وطلب من مشيك أن يقله إلى شركة الغاز وصلنا إلى المدخل لإجراءات أمنية احترازية وبالتالي كان من السهل جدا على الانتحاري دخول الشركة سألت من أين هو؟ قال لي من سوريا ومن أين رايح؟ كمان عبر حسن شركة الغاز كان هذا ما نقله ذو حسين مشيك عنه وما عاد وذكره بالصوت والصورة لتليفزيون جديد وجهة انتحاري شويفات أو إحدى وجهاته إذن كانت شركة الغاز هذه المعلومات أكدها التحقيق مع الموقفين لدى فرع المعلومات محمود وحسن أبو علفي وهي جاءت ضمن اعترافهما الذي كشفا فيه عن خطة لاغتيال رئيس مجلس النواب نبيه برري ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وأموهاب وعدد من المسؤولين إضافة إلى ضرب المستشارية الإيرانية وتليفزيون المنار وشركات الغاز وكانت مهمة محمود أبو علفي استطلاع موقع الشركة في بئر حسن وهو قد قام بذلك فعلا وبناء على ما تقدم جاء قرار وزارة الداخلية إقفال مركزي تعبئة الغاز في بئر حسن الأوزاعي بدءا من صباح الاثنين وبحسب بيان وزارة الداخلية القرار جاء نتيجة للتحقيقات التي أجتها المراجع الأمنية المختصة مع بعض الموقفين وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ عمليات انتحارية لاغتيال شخصيات لبنانية وتكشفت معلومات أثناء التحقيقات عن التخطيط لعمليات انتحارية تشمل مركزي تعبئة الغاز في منطقة الوزاعي بئر حسن وفي مضمون قرار الداخلية يقفل المركزان بصورة مؤقتة ريثما يتم إفراغ المخزون وذلك حفاظا على أمن وسلامة سكان المنطقة في انتظار توفير إجراءات أمنية كافية للحد من نجاح مثل هذه العمليات أصحاب الشركتين وأحدهما تبعد أمتارا قليلة من مبنى السفارة الإيرانية تحفظوا عن تصريح ريثما تنجلي خلفيات القرار مع العلم أن مركز الغاز الآخر تابع للنائب وليد جونبلاط وهو كان قد طلب وقف العمل فيه وعلى الرغم من إيجابيات القرار الذي يأتي ليلب رغبة سكان المنطقة ومؤسستها يعرب موظف الشركتين الذين يتخطى عددهم مئتين عن خوفهم على مستقبلهم ولقمة العيش ويفضل معظمهم التزام الصمت واستعدادا لدخول القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين أجرت وزارة الداخلية لاتصالات اللازمة بمراكز الشويفات والدورة لسد حاجات المواطنين في بيروت والضاحية الجنوبية من مادة الغاز قذائف على موقع إسرائيلي في جبر الشيخ وتضارب في المعلومات بخصوص المصدر أما حزب الله فلا يعلق تقرير من المنطقة الحدودية لكريستين حبيب تستمر الحياة طبيعية في بلدة شبعة فدوي ما بعد منتصف الليل لم يصل إلى مسامع سكانها وخبر سقوط صواريخ داخل الأراضي المحتلة لم يرد إليهم إلا عبر وسائل الإعلام معرفة عن الأزيف اللي نزلت بالأراضي المحتلة لا وعيتوا على صوت انفجارات ودوي أزيف لا ما سمعنيه شي ما حدا من السكان قالك عن أصوات وعي عليها بالله لا ما سمعنيهش ولا حدا قالي لا حد إسا إلا منكم أنتم عم تحكم آها ما عيش خبر أبدا غير أن بلدات جنوبية حدودية أخرى استفاقت على الأصوات بحسب ما يؤكد نائب المنطقة بأطراف شبعة منطقة العرقوب بالفجر نسمع أصوات أوية ما نعرف مصدر لأنه ما يبدو أنه بالمقلب التاني من الجبل الشيخ قماقيل ولم يتأكد المواطنون من طبيعة هذه الأصوات اللي صدرت أما الرواية من الداخل الإسرائيلي فروايتان مصادر عسكرية تؤكد لإعلام العدو أن قذفتي هاوين سقطتا عن طريق الخطأ بالقرب من موقع للجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ تبين أنهما نتيجتان عن المواجهات بين المعارضة والنظام في الداخل السوري من دون تسجيل إصابات لكن مصادر عسكرية أخرى ترجح عبر الإذاعة الإسرائيلية أن يكون حزب الله هو من أطلق القذائف وذلك في إطار الرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعا للحزب في جنت البقاعية منذ أيام حزب الله لازم الصمت هو لم يؤكد ولم ينفي وبالتالي لم يعرف بعد ما إذا كان جبل الشيخ هو المكان المناسب وقذائف الهاوين هي الوسيلة المناسبة التي تحدث عنها الحزب إلا أن النائب هاشم استبعد الأمر لا أعتقد أن يكون رد حزب الله لم يتعود على هكذا رد عشوائي كما يقال هذا لا يصب في خدمة الرد المبرمج في التوقيت والزمان الذي يخدم المقاومة ويكون الرد العملي الفعلي على الاعتداء الإسرائيلي أكان رداً أو لم يكن فإن جيش العدو وضع في حالة استنفار وقام بعمليات تنشيط للمنطقة قوات اليونيفيل بدورها تفقدت الخط الأزرق بواسطة مروحية انطلاقاً من النقورة وصولاً إلى مرتفعات جبل الشيخ بين الهدوء والترقب تعيش المنطقة الحدودية هي المعتادة على أكثر من صاروخ وأكثر من غارة وأكثر من تهويل وحتى الساعة لا يعكر الصمت هنا سوى القصف الآتي من المقلب الآخر لجبل الشيخ أي من الداخل السوري من الجنوب كريستين حبيب قناة الجديد مجلس الاتحاد الروسي يعطي الضوء الأخضر لنشر قوات روسية في منطقة القرم الأوكرانية والجيش الأوكراني يعلن حال الاستنفار القصوى وسباق بين السياسة والعسكر لحسم الأزمة تتسارع التطورات الميدانية وتشتد الأزمة السياسية الأوكرانية بعدما وافق مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين نشر قوات روسية في منطقة القرم الأوكرانية وصوت الاتحاد بأغلبية صاحقة لمصلحة الاقتراح باستعمال القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية إلى أن يعود الوضع الاجتماعي والسياسي في هذا البلد إلى طبيعته وقال المجلس أن القرار أصبح نافذا على الفور إلا أن متحدثا باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه لم يتخذ قرار بعد في شأن اللجوء إلى الجيش الروسي في أوكرانيا وقال أن الموافقة على اللجوء إلى الجيش الروسي في أوكرانيا هي وجهة نظر المجلس الاتحادي وأن الرئيس هو الذي يتخذ القرار وأمام الحجر السياسي والعسكري الروسي دعا فيتالي كليتشكو أحد أبرز الشخصيات السياسية الأوكرانية والمرشح المحتمل للرئاسة دعا إلى التعبئة العامة هذا في وقت ذكرت معلومات أن الجيش الأوكراني أعلن حال الاستنفار القصوى في صفوفه أما في الميدان فقد أظهرت لقطات فيديو عرضت على قناة اي تي آر التليفزيونية قافلة عسكرية تتحرك على الطريق الدائري في مدينة سينفروبول عاصمة القرم ونقلت وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر عسكري أوكراني قول إن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري في منطقة القرم شرقي أوكرانيا وهو عادة ما يستعمل للنقل العسكري واستولى مسلحون على مطار بيلبيك العسكري القريب من العاصمة إلى ذلك أعلنت الخدمة الإعلامية للأسطول الروسي إن السلطات المؤيدة لروسيا في منطقة القرم الأوكرانية والأسطول الروسي في البحر الأسود اتفقا على أن يحرسا معا المباني في شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود وفي إطار الضغط الروسي على أوكرانيا قال متحدث باسم شركة جازوبروم الروسية إن أوكرانيا قد تخسر الحسم الممنوح لها على أسعار الغاز التي تزودها بها الشركة الممنوكة للدولة بسبب الديون المستحقة عليها تسارع الأحداث هذا دفع بالاتحاد الأوروبي إلى الدعوة إلى عقد اجتماع طارق لوزراء الخارجية لسنين المقبل الأمر عينه دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارق أيضا إنما في غضون الساعات القليلة المقبلة هذا فيما حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أي تدخل عسكري في أوكرانيا قائلا سيكون له ثمن ورأى أن أي انتهاك لسيادة أوكرانيا من روسيا هو انتهاك للقانون الدولي أوكرانيا في مهب المصالح المتضاربة بين روسيا وأوروبا والأطلسي فهل تذهب إلى التقسيم وما السيناريوهات المحتملة للأزمة بعد رفع موسكو درجة التأهب العسكري بات السؤال ملحا في شأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سؤال تعززه صراعات البلاد الداخلية وتحتمه الصراعات الجيوستراتيجية الكبرى بين القوى العالمية في مناطق متعددة من العالم الإجابة عن السؤال تقتضي العودة إلى خريطة أوكرانيا التاريخية والجغرافية وخصوصا في شبه جزيرة القرم أوكرانيا هي ثاني كبرى دول شرقي أوروبا مساحتها 604 ألاف كيلومتر مربع وعدد سكانها 46 مليون نسمة استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره عام 1991 تضم 24 أقليما إضافة إلى جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ولجمهورية القرم وضعها الخاص والمؤثر في الصراع وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإذا كانت روسيا تمتلك مصالح اقتصادية كبيرة في شرقي أوكرانيا فإن اهتماماتها العسكرية الاستراتيجية تقع بمعظمها في شبه جزيرة القرم التي تمثل ساحة للمبارزة بين كييف وموسكو وفي عودة بسيطة إلى التاريخ يتبين أن شبه جزيرة القرم كانت مركز صراع الامبراطوريات المتنافسة منذ أكثر من مئتي عام إذ مر عليها الإغريق والمغول والروس والبيزنطنيون والعثمانيون والتتار وفي حروبها الكبرى لسيما على نابليون وعلى السلطنة العثمانية خرج الروس منتصرين تحتوي الجزيرة على ميناء سيفاستوبول وفيه أكبر أصول بحري روسي نجحت موسكو عام 2012 في تمديد حقها في الحفاظ عليه حتى عام 2042 بعدما قدم الرئيس بوتن أسعاراً تفضيلية للغاز الذي يباع في أوكرانيا يذكر أن القرم أصبحت جزءاً من أوكرانيا عام 1954 عندما وهبها الحاكم السوفيتي نيكيتا خراتشوف لأوكرانيا التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي كهدية لتعزيز الإخاء بين أوكرانيا وروسيا وعندما انهار الاتحاد السوفيتي عام 1991 منحت القرم حكماً ذاتياً في داخل أوكرانيا من السابت أن شبه جزيرة الكوروم هي أبخازيا أوستانيا في جورجيا تتكرر في قلب أوكرانيا وهذه الورقة التالية التي بدأت استخدمها روسيا وهي التقسيم روسيا عندها عدة حسابات قبل ما تحرك أسطولة أو تحرك عسكرة فيه تدخل إثني وقومي وشعبي لما بتقول أن أوكرانيا شرقيقية فعلاً هم أشقاء أي تدخل عسكري إذا بيكون فيه حدا معها بيصير فيه ناس كتير ضدها أمام هذا الواقع هل يتدخل بوتين عسكرياً أم تكون الأفضلية لسيناريو التقسيم الخبير بالشاني الأوكراني وكاتب رواية رقص تحت أشجار الكستناء التي تؤرخ لسقوط الاتحاد السوفيتي وحركات الفساد في أوكرانيا يشرح الوضع أنا كلياً بستبعد أي تدخل عسكري لروسيا بأوكرانيا لعدة أسباب وأسباب كتير نكرر دايماً أن روسيا بعد ما نسيت المئة وعشرين ألف شهيد اللي ساقطوا بأفغانستان الاتحاد السوفيتي ككل كن وقتها روسيا ستلعب ورقتين أساسية يعني هن التلويح بالتقسيم وشي شبيه بجورجيا التقسيم إذا تجي بتطلعي على الخريطة بتشوفه بيقطع نهر الدنيبر يلي بيقطع تقريباً بيفصل ما بين أوكرانيا الشرقية وأوكرانيا الغربية أوكرانيا الشرقية حيث تتركز المصانع الفحم من يجب الفحم مصانع الصلب والحديد والسيارات شحنة الكراس طائرات الأنتونوف هؤلاء كلهم يتركزوا هناك ما بالغرب فيه يمكن الخشب بس والسهول الزراعية وبين التلويح بالحل العسكري وتطبيقه يبقى الملف الأوكراني في مهب المصالح المتضاربة سياسياً واقتصادياً بين الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أوكرانيا وفي مناطق متعددة في العالم المخيمات الفلسطينية في سور تعزز إجراءاتها الأمنية مع الجيش اللبناني للحؤول دون أي محاولة لزعزعة استقرارها في الداخل والخارج يربو عدد سكان المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مدينة سور على خمسين ألف نسمة إضافة إلى نحو ألفين عائلة نازحة من سوريا الأجواء في المخيمات تتماهى عموماً ومحيطها الاجتماعي ومفاهيمه السياسية وأوضاعه الأمنية التي تعززت أخيراً نتيجة التنصيق والتفاهم بين القوى الرئيسة في المخيم وفي مقدمها حركتها فتح وحماس من جهة والقوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني إضافة إلى حزب الله وسائر القوى والأحزاب والمجتمع المحلي من جهة أخرى على أن الارتياح العام لدى الجانبين اللبناني والفلسطيني يعكر صفه القلق المستمر من وجود خلايا نائمة في المخيمات على ارتباط بجماعات متطرفة وعليه جرى رصد مغادرات خمسة شبان إلى سوريا من المخيمات للقتال إلى جانب المعارضة منذ أشهر وقد عاد أحدهم أخيراً جرى دعوة إلى اجتماع الحزاب والقوى اللبنانية الوطنية والإسلامية مع فصائل الطورة كلها وشكلت أيضاً لجل التنسيق مشترك فلسطيني لبناني بشكل أساس حزب الله وحركة أمان بالتأكيد بمخيمة صور التوتر اللي ناتج عن عمليات الارهابية أو محاولات يعني بعيد عنها بشكل شبه كامل كل ما نسعى له نحن اليوم هو حماية العلاقة اللبنانية الفلسطينية ولن نسمح بأي شكل من الأشكال العبث بهذه العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني هناك جهود كبيرة تبذل لمراقبة ومتابعة كافة التحركات التي تجري في المخيمات لتعقب أي حالة من الحالات التي قد تكون هادفة إلى إيجاد نوع من القلق لأهالي المخيم أو للجوار اللبناني وقد شكلت في المخيمات لجانب تنسيق فلسطينية فلسطينية وفلسطينية لبنانية لرفع مستوى ضبط الأمن مع توجه فعلي لدى السلطة الفلسطينية لتطوير النشاط الأمني والاجتماعي في المخيمات عبر إيجاد فرص عمل للشباب للحد من التحاق العطلين منهم بجماعات متطرفة من خارج بيئتهم قبيل مغادرته لبنان متوجها إلى طهران عن طريق دبي اختتم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي زيارته لبيروت بلقاء الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وجرت تباحث في شؤون المنطقة على غير صعيد مهرجان لدعم الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية في ساحة الشهداء في ظل الهجمات المتكررة التي يتعرض لها الجيش نظم عدد من الجمعيات الأهلية مهرجانا في ساحة الشهداء في وسط بيروت دعما للمؤسسة العسكرية وسائر المؤسسات الأمنية الأخرى ووفاء لشهدائها الحضور اقتصر على بعض الفاعليات وممثل عن مدير قوى الأمن الداخلي بالإنابة اللواء إبراهيم بصبوس التلهي بنجع كلمة المقاومة من البيان الوزري أو إلهاء اللبنانيين جميعا في تماجع ممل بين مثلث البيان وبعبد الألال أنتم الأمل والمرتجى في الحرية والوحدة والشرف والعزة والأمن والعيش الكريم ووحدة القرار الوطني تساعد الجيش على إدارة معركته في الاتجاه الصائب أما الانقسام الحاذ فإنه يعطل حركية الجيش وخصوصا عندما يكون هناك قراران قرار للمولاد وقرار للمعارضة نجتمع اليوم لنقول للجيش نحن مع الجيش نحن مع المؤسسة العسكرية وختم الحفل بأغانة وطنية قدمها الفنان وسام حمده رأى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن تعرض القرى والبلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع سوريا وآخرها في بريتال وعرسال أمس للقصف الجوي الصاروخي والأعمال العسكرية من الداخل السوري يشكل مزيدا ما الاستدراج للتورط في الساحة اللبنانية وطوريتها مشددا على أن من غير المسموح به والمقبول أن يدفع ثمن ذلك الأبرياء اللبنانيون في مختلف المناطق في الأرواح والممتلكات ودع الجميع في سوريا إلى الامتناع عن استهداف الداخل اللبناني بأي ذريعة وجدد رئيس الجمهورية دعوة الجميع في الداخل اللبناني إلى عدم الانخراط في هذا الصراع على قاعدة إعلان بعبدة وتحييد لبنان عن صراعات الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم آملا إنجاز البيان الوزاري بسرعة كي تستطيع الحكومة توفير المساعدات للجيش اللبناني وتكون تاليا المرجعية السياسية والغطاء اللازم والضروري للبنان واللبنانيين وفي نشاطه عرض الرئيس سليمان مع وزير السياحة ميشيل فرعون الأوضاع الراهنة وعمل وزارته في هذه المرحلة واطلع من الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري على عمل المجلس والأوضاع السائدة في سوريا قائد شرطة بيروت العميد ديب طبيلي يؤكد أن حملة قمع الدراجات النارية والسيارات المخالفة ستتواصل للحد من الجرائم الجنائية الناجمة عنها نفذت شرطة بيروت بالتعاون مع الوحدة السيارة في قوى الأمن الداخلي حملة لقمع الدراجات النارية والسيارات المخالفة في بيروت وتركزت الحملة في محلة كورنيش المزرعة جسر سليم اسلام الحملة جاءت بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعليه أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالإنابة لواء إبراهيم بصبوس الأمر إلى القطاعات العملانية بتنفيذ الحملة التي ستستمر دوريا وبأوقات مختلفة أنا مبارح طلعت مذكرة يمنع منع باتا على أي ضابط بالمهم أن يرد على أي شخص كان تحت طائلة المطالبة المساكية ممنوع حدا يرد حدا وتلفونات الزباط كلها تمسكرة بناء لأمره وتوجيهاته ممنوع يتعاطه مع حدا بنفذه الأنون بحزافيره إلى ذلك أوقفت مفرزة استقصاء بيروت في قيادة شرطة بيروت ستة لبنانيين وسوريا واحدا وفلسطينيا واحدا بجرائم مختلفة كما حجزت خمس دراجات نارية وأربع سيارات مخالفة القطاع التعليمي في الحزب الشيوعي اللبناني يكرم عددا من المربين المتقاعدين كرم قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني مائتين وخمسة وعشرين مربيا وأستاذا متقاعدا من المحافظات كافة انغمسوا إبان مسيرتهم المهنية في النضال ليس من أجل حقوقهم الطبيعية قمواطنين ومعلمين وحسب وإنما ناضلوا من أجل تطوير نوعية التعليم وديمقراطيته كما أنظر إلى هذه الوجوه أرى فيها ليس تاريخ تطور التعليم الرسمي وتاريخ الحركة النقابية في مجالات التعليم بل أرى فيها تاريخ مقاومة وتاريخ وطن أرى فيها جزءا أساسيا من تاريخ حزبنا وتاريخ الحراك الوطني والشعبي في لبنان أقله منذ سنوات الثلاثين حتى الآن الاحتفال جرى في قصر الأونسكو بحضور وزير التربية ليسبو صعب وحجد من الهيئات النقابية والنسائية وممثلين عن الأحزاب اللبنانية وفي ختامه تسلم المكرمون دروعا تقديرية والتقط الصور التذكارية عقد مؤسس الحركة التصحيحية القواتية حنى عتيق مؤتمرا صحفيا تناول فيه تفجير كنيسة سيدة النجاة وقرار المجلس العدلي الحكم على رئيس حزب القوات سمير جعجع بالسجن مطالبا بإعادة فتح هذا الملف داخل القوات وخارجها كما طلب من مجلس النواب اليوم إلغاء قانون العفو العام الذي صدر في هذه الجريمة ليتمكن من طلب إعادة المساءلة نطلب للحكومة اللبنانية أنه يعطوا هذه الجريمة الاهتمام يلي تستحقه طيب وصنوا الحق لأصحابه في جريمة تانية ارتكبت بحق الكنيسة هي جريمة العفو يلي أقروا مجلس النواب ووافق علاء المحكمين بس طلع عنون العفو سكر الملف يقبع الطفل حسين علي علي ذو الأشهر السبعة في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت منذ أكثر من شهرين في انتظار إجراء عملية زرع خلايا جذعية يفترض أن تخلصه من نقص المناع الحاد الذي أنهك جسده الصغير وأتعب أسرته وقد ناشد ذوه من برنامج للنشر على قناة الجديد أصحاب الأياد البيض المساهمة في إنقاذ ابنها إذ أن تكلفة العملية تبلغ نحو 200 ألف دولار ستتولى وزارة الصحة دفع 40 ألف دولار منها فيما بلغت قيمة التبرعات بعد عرض حالته على برنامج للنشر 15 ألفا والمبلغ المتبقي لإتمام علاجه 150 ألف دولار والآن ننتقل إلى أخبار غير مع الزميل شادي خليفي مساء الخير شادي مساء الخير جورج أخبار غير فقرة بتزورنا بنشرة ساعة 8 من وقت إلى آخر لا تكسر سودوية الأخبار ولكن أكيد براسانة بما فيها من أبعاد سياسية أو أبعاد بتهم المشاهد بأنه يعرفها بالطبع اليوم في مجموعة أخبار منوعة صح في شيء محلي وفي شيء من بره ما زبط ورح نتبعون سوا تفضل أهلا بكم تجاهل فضل شاكر القرار الاتهامي الذي أصدره القاضي العسكري رياض أبو غايدة والذي يقضي بإعدامه فغرد شاكر على تويتر خارج سرب حبل المشنقة ونشر تغريدة تجاهل فيها حكم الإعدام مكتفيا بتوجيه درس إلى الصحفيين سائلا إياهم عن مهنيتهم وطالبا منهم التحقق قبل نشر الأكاذيب عن لسان من ينتحلون صفته على الإنترنت وينشرون كلاما طائفيا لإقاعه في مشكلات إضافية فلسطين في عكر دار أمريكا غدا الأحد والأنظار متجهة نحوها والسؤال هل يفوز الفيلم الفلسطيني عمر المرشح لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي خصوصا أن المنافسة شارسة أمام فيلم دنماركي وآخر إيطالي ويصلت الفيلم الضوء على قصة حب يفسدها الاحتلال بعنفه وجرى ترشيح الفيلم المصري الميدان كأفضل فيلم وثائقي صور أحداث ثورة المصرية منذ عام 2011 ومنع من العرض في مصر لتزال قصة الحب الجديدة التي تجمع سيدة فرنسا السابقة برجل أعمال لبناني تتفاعل في الصحافة الفرنسية التي تشير إلى أن تعارفهما جرى في منزل النائب وليد جومبلاط من خلال زيارة قامت بها في تشرين الأول الماضي وأن شرارة الحب اشتعلت مع رجل الأعمال اللبناني بعد طلبها الطلاق من الرئيس فرنسوا أولاند بسبب خيانته لها مع الممثلة الفرنسية جولي جاي القصة لا تزال تتفاعل علما أن جومبلاط نفه أن يكون قد جرت تعارفه في منزله مكتفيا بالقول أن سيدة فرنسا السابقة لم تزره في منزله كشفت صحيفة الجارديون أن وكالة التجسس البريطانية جمعت صورا جنسية لملايين مستخدمي برنامج يهول الدردشة ما بين عام 2008 و2010 بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية وفي حال ثبوت الأمر يكون الملايين من حول العالم قد خرقت خصوصيتهم وتكون شركة يهوء الرائدة في عالم الإنترنت قد وقعت في مأزق كبير خصوصا أن وكالة التجسس البريطانية اقتصر تعليقها على تأكيد أن نشاطاتها ضرورية وتجرى في أطر قانونية والخبر الأخير سمح مجلس اتحاد كرة القدم إفاب الذي يسن قوانين أكثر الألعاب شعبية في العالم الفوتبول رسميا بارتداء الحجاب والعمامة في أثناء المباريات وقال الأمين العام للاتحاد الدولي أنه جرى إقرار السماح بارتداء الحجاب والعمامة وأن القرار يشمل كل الاتحادات في العالم واستضافة الأردن لكأس العالم للسيدات ما دون السبعة عشر سنة عام الفين وستة عشر أدى دورا حاسما في اتخاذ هذا القرار فقد جاء الطلب من الدول الإسلامية هذه كانت الجولة جورج على مجموعة الأخبار الأخبار الغير شكرا لألك شادي خليفة الجيش العربي السوري يتقدم في القلمون ويسيطر على مرتفع الكويتي وبعض مرتفعات يبرود ويقتل ويأسر العشرات في عدرة واستنفار في بلجكا وفرنسا لمنع مواطنيهما من القتال في سوريا حقق الجيش السوري تقدما على جبهة القلمون بريف دمشق حيث استهدفت مدفعيته تحركات المسلحين في منطقة مزارع ريمة ومزارع الصالحي كما نفذ سلسلة من الكماء أدت إلى مقتل عدد كبير من المسلحين وأسر آخرين مصدر ميداني أكد أن الجيش السوري وعبر حصاره مناطق انتشار المسلحين أجبر المجموعات المسلحة على الهروب من مناطقهم باتجاه مناطق يستطيعون التزود عبرها بالسلاح والعتاد والغذاء فنصب لهم الكماء المتقدمة وآخرها كمين قرب منطقة الساحل ما أدى إلى أسر ثلاثين مسلحا ومقتل عدد آخر وأوضح المصدر أن وحدات الجيش السوري تقدمت إلى بلدة السحل ومزارع ريمة واستعادت السيطرة على مرتفع الكويت وبعض المرتفعات المحيطة بيبرود تمهيدا لعمليات أخرى تهدفوا إلى استعادة السيطرة على المدينة كما سجل مقتل عدد من قيادات المجموعات المسلحة في منطقة جبال القلمون ومعلوم أن مرتفع الكويت يطل على الطريق الدولية الواصلة بين دمشق وحمص وكان المسلحون يقنصون السيارات العابرة من وقت إلى آخر وضبط الجيش السوري نفقا للمسلحين في داخله عدد من العبوات الناسفة في مدينة عدرة في ريف دمشق يمتد من معمل مدافئ البغدادي ويتفرع فرعين باتجاه معمل السكر ومعمل الإسفنج وفي السياق نفسه إنما في فرنسا فقد أعلنت النيابة العامة في مدينة جرنوبل توقيف فتاة فرنسية تبلغ 14 عاما كانت تستعد للسفر إلى تركيا بغية القتال في سوريا وفي العاصمة البلجيكية بلوكسال نفذت الشرطة البلجيكية حملة تفتيش ودهم لعشرات المنازل في أحياء متفرقة من البلاد واعتقلت شخصين على خلفية التحقيقات الجارية في ملف يتعلق بتجنيد وتسفير فتيان إلى سوريا للقتال هناك إضافة إلى أكثر من خمسين آخرين أطلقت سراح بعضهم وقالت الشرطة إن عمليات التفتيش تأتي ضمن تحقيق شامل يرمي إلى تفكيك الشبكات الضالعة في تجنيد شبان وإرسالهم إلى سوريا للقتال وترجح مصادر أن عددهم يزيد على مئتي شخص سافروا حتى الآن من بلجيكا إلى سوريا للقتال هناك فيما جرى اعتقال مثلهم تقريبا عقب عودتهم إلى بلجيكا ومعظمهم من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من ستة عشر عاما إلى ثمانية وعشرين وكانت تسع دول أوروبية قد طلبت البرلمان الأوروبي بإنشاء قاعدة بيانات تسمح بتتبع المقاتلين الأوروبيين في سوريا وأبدت هذه الدول مخاوفة من عودة مواطنيها إلى بلدانهم وشن هجمات في أوروبا احتفظ قائد الجيش المصري المشير عبدالفتاح السيسي بمنصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد وأدى الوزراء الثلاثون اليمين الدستورية أمام الرئيس الموقت عدل منصور وبينهم عشرون وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الذي كان قد تقدم قبل أيام باستقالته ومن أبرس الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في حكومة محلب إضافة إلى السيسي وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي كان قد قال أنه سيعمد إلى تغيير في الخطط الأمنية لمواجهة أعمال العنف في البحرين خرجت تظاهرة حاشدة في خلال مراسم تشيع في منطقة الدية عصر أمس حيث وقعت مواجهات بين المشيعين والأمن البحراني الذي أقدم على استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم كما حلقت مروحيات على علو منخفض لمتابعة سير التظاهرة إلى ذلك توجه مئات الغاضبين نحو ميدان اللؤلؤ بعد التشيع في حين واجهتهم عناصر الأمن البحرانية باستعمال القوة لتفريقهم ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين القوات والمعترضين أسفرت عن وقوع إصابات في إيطاليا تمكنت البحرية من إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي قرب سواحل جزيرة سقلية كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا والمهاجرون من جنسيات مختلفة ومن بينهم نساء وأطفال كان في النشرة حزب الله رداً على خطاب سليمان قصر بعبدة بات يحتاج إلى عناية خاصة لأن ساكنه أصبح لا يميز بين الذهب والخشب اعترافات موقفين يؤدي إلى إقفال شركة الغاز في بئر حسن من الشركة ومن الدولة الكريمة أنه نحن بس خايفانين على لقمة عيشنا سقوط صاروخين قرب موقع الاحتلال في جبل الشيخ والمصدر غير معلوم روسيا تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا في الخاص القرم على مفترق طرق شبه جزيرة القرم هي أبخازيا أوستانيا في جورجيا تتكرر في قلب أوكرانيا الجيش السوري يسيطر على بلدات ومرتفعات في يبرود ويأسر مسلحين هل تخطف فلسطين الأوسكار غدا؟ نحن جلسين شباب إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار الموعد المقبلة عند الحادية عشرة ونصف من هذه الليلة فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر